كرم جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وعدد من أصحاب السمو الملكي وكبار المسؤولين مؤسسات وأفراد بأوسمة ملكية تقديرا لجهودهم المتميزة التي ساعمت في تعزيز قدرات الأردن في مواجهة جائحة كورونا وقد شملت تكريم كلان من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ومركز إدارة الأزمات ومؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة البوتاس ورجل الأعمال الصيني جاكما لتبرعه السخي كما أنعم جلالة الملك على عدد من الشخصيات بينهم السيد ركان فخوري قائد كشافة الزرقاء حيث تم تكريمه بوسام الاستقلال من الدرجة الثالثة تقديرا لجهوده في تأسيس مبادرة همتنا لمساعدة المتضررين خلال الأزمة